سياسة الأمريكية سياسة لا يمكن التكهن بها حقيقة أدركها العراقيون منذ زمن طويل وعاشوا وقائعها حتى فقدوا الثقة بواشنطن وتعهداتها وبإمكانية تغيرها لصالحهم بعد أن جلبت لهم الدمار بكل أشكاله ومع احتدام النقاش على مستوى العالم بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن سيحكم من البيت الأبيض يبدو جليا أن العراقيين لا يهتمون بذلك فسنوات دونالد ترامب الماضية لم تغير شيئا في واقع العراقي الذي تحكمه أحزاب تواصل انتهاكاتها لحقوق العراقيين وسرقة ثروات بلادهم التي تتفاقم مآسيها يوما بعد آخر ولا أمل يرجوه العراقيون في جو بايدن بعد ثماني سنوات قضوها نائبا للرئيس السابق باراك أوباما جلبت معها لهم المزيد من أسس الطائفية والمحاصصة التي أوصلت العراق إلى أزماته الكثيرة التي يعيشها اليوم إذن فواقع الحال اليوم في العراق ينظر إلى الرجلين نظرة واحدة واقع رسمه غياب رؤية استراتيجية حقيقية تجاه العراق فقد اقتصرت خلال سنوات حكم ترامب على أن العراق ساحة لمواجهة النفوذ الإقليمي لإيران والاستراع معها وإنجازات ترامب اقتصرت على ضربه للميليشيات التابعة لإيران في العراق وإصابتها بالشلل بعد قتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قائد فيلق القدس باعتبارهما من الأياد الراسمة لاستراتيجيات إيران التوسعية في المنطقة والمهددة للمصالح الأمريكية أما بالنسبة لجو بايدن فللرجل تاريخ يكرهه العراقيون فقد كان من المصوطين لصالح قرار غزو العراق عام 2003 وشجع على تقسيم البلاد بدعمه رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي عراب الطائفية والمحاصصة عندما خسر الانتخابات ومساعدته على استلام الحكومة في عام 2010 حيث استفرد المالكي بالسلطاته وعزز النفوذ الإيرانية في جميع مؤسسات الدولة وكان سبب دخول تنظيم داعش إلى ست محافظات عام 2014 وهذا ما تحدثت عنه صحيفة ذاهل الأمريكية التي دعت إلى تغيير السياسات تجاه العراق وعدم ترك ساحته رهينة للميليشيات التي تنتظر فوز بايدن بفارغ الصبر من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران على حساب العراقيين وبلادهم